ما أشبه ليلة بالبرحة يا فارس وده بالضبط شبيه جدا بما حدث في 2007 ولكن لو مش مقتنعين بالكلام اللي قاله فارس ارجعوا للإعلام العربي ارجعوا لرموز كرة القدم العربية شوفوهم بيقولوا ايه عن النادي الاهلي لما حتى فارس بيستعرض النهائيات احنا عندنا ايضا تلاتة بطولة افريقيا 2006 و2008 و2010 الاعلام الجزائري رموز لعبه في منتخب الجزائر كانوا بيقولوا ده بعد فضل النادي الاهلي على المنتخب المصري 6 او 7 او 8 لعبين السيين من الحجبة التاريخية للنادي الاهلي كانوا بيقودوا منتخب مصر لتحقيق بطولة امم افريقيا تلات مرات على التوالي احنا هنا ما بنبخس حق حد من لعبين اللي كان مشارك مع منتخب مصر ولا بنبخس حق الكابتن حسن شحاتة اللي بالتأكيد عمل انجاز عظيم ولكن ارجعوا لقوام منتخب مصر وقتها هتلاقوا ان قوام منتخب مصر كان من لعبي ونجوم النادي الاهلي اذا النادي الاهلي مش فقط لغير بيحقق القاب باسم النادي الاهلي المصري لا النادي الاهلي مساهم دائما وابدا في القاب امم افريقيا والصعود لكأس العالم بالتأكيد هناك لعب اسطوري حاليا اسمه محمد صلاح لكن في 2006 و2008 و2010 كان منتخب المحليين منتخب الساجدين المنتخب اللي قادر يحقق ثلاث بطولات على التوالي هتقولوا انت مشكلتكم كل ما تخسروا بطولة تطلعوا تتكلموا عن المؤامرة الكونية وده الاعلام بقى المصري مش الاعلام العربي وتحديدا لما نلاقي اعلامي كبير وبرنامج توك شو ويتكلم ويقول اصل فترة الكابتن محمود الخطيب اصبح النادي الاهلي الاول في المؤامرة بعد ان كان نادي الزمالك اللي بيشجعه اللي بيشجعه هذا الاعلامي كان رقم واحد دائما في المؤامرة الكونية وهنا توضيح بسيط جدا فكرة المؤامرة ان انت قاعد دايما كده بتسيء الظن الكل ما يحيط حولك في المنظومة بدون ادلة بدون مستندات بدون شواهد وصلت لمرحلة اليقين ان النادي الاهلي كان بيحارب وحده في قضيته العادلة امام الكاف مش بس امام الكاف كان امام الفيفا وقت ما تحددت بطولة كأس العالم للاندية المنوط بادارتها الفيفا بطولة بتغضع لتنظيم الفيفا وتخيلوا امم افريقيا نفس الامر للتحاد القري ويشرف عليها الفيفا ويتم تحديد البطولتين في موعد واحد النادي الاهلي يطلع يخاطب الاتحاد المصري للكرة القدم يتقلنا ليس كل ما يعرف يقال البطولة لا 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 النادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه فيروح النادي الاهلي حامل لواء كرة القدم المصرية يفتقد لخمستاشر لاعب سيبك من الاصابات ده موضوع قدري لكن ست عناصر اسسية كانوا بيدفعوا بتيشارت منتخب مصر وصلوا وسهموا في ان المنتخب يصل الى المباراة النهائية ويفتقد برغم فقدان النادي الاهلي للعابي وايضا حربه لوحده قدر يحاق البرونزية وده انجاز كبير بالتأكيد ده الانجاز اللي حقيقته كرة القدم المصرية النادي الاهلي تلت برونزيات فلما يحافظ على البرونزية ويفوز على منترية المكسيكية اللي كان فازب على النادي الاهلي بكامل نجومه فالنادي الاهلي قدر وقت الازمات وضرب مثال في الوطنية وافضلية منتخب مصر على النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي وسمعة النادي الاهلي اللي تاريخ كبير في البطولة دي ورجع النادي الاهلي بالبرونزية الطبيع ايه لما يجي النادي الأهلي في أزمة زي دي يكون الاتحاد المصري لكرة القدم واقف جنبه لأنه النادي الأهلي المصري والله العظيم النادي الأهلي المصري اسمه كده احنا النادي الأهلي المصري عصام الشوالي لما كان بيتكلمه بيقول كرة القدم الأفريقية مصر بيدافع وحده وحده أمام شمال وغرب وجنوب القارة بالنادي الأهلي قال كده بالنادي الأهلي ده مش كلامنا فيجي اتحاد الكرة ما بين ليس ما يعرف له قال إلى والله ما نعرفش حاجة عن الجواب ده منش عارفين هو وجلنا لا ده كان اللي قابلنا والله للأسف للأسف قدر النادي الأهلي أنه أنا آسف نعم بقول كده دائما وأبدا احترافيته أعلى بكتير جدا 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 على مدار تاريخه من كل من قادة كرة القدم المصرية من خلال منبر الاتحاد المصري لكرة القدم هل ده معناه أننا هنقف لا خالص والله 2007 خسرنا بعد فضيحة العرجون في ملعبنا وبعد فضيحة مباراة الزهاب كنا 2008 أبطال القرة 2010 خسرنا بعد إيد إنرامو وبعد فضيحة الحكم المرتاشي لم تي في 2012 وفي قال برادس وأمام التراجي كنا أبطال القرة مش إحنا الفريق ولا الإعلام ولا الجماهير اللي بتوعد تبكي على مظلومية وده بقى اللي بتقال عليه شماعات بجد ويرتكن عليها بالعشرين سنة بدون تحيق أي إنجاز لا إحنا إن شاء الله أبطال القرة السنة الجاية بإذنك يا رب أبطال القرة السنة الجاية هنقف عند ده آه هنقف عشان حقنا لأن مش معنى أننا بطالب بحقي تقول عليها زي ما قال الإعلامي الكبير للأستاذ إبراهيم عيسى أن النادي لقال في أصل المؤامرات فعهد الكابتن محمود الخطيب وأشار لإشارات ما يصحش وارتكن إلى فصائل سياسية ما يصحش حضرتك أستاذ كبير في الإعلام المفترض تبقى عارف أن النادي الأهلي لما اشتكى في 2007 من أزمة العرجون كان الكابتن حسن حمدي كنا أيضا عايشين نظرية مؤامرة لما انسحب الكابتن صالح سليم من 94 بعد الحكم المرتاشي ولما بقول حكم مرتاشي أنا بقول بعد ما ثبت الرشوة على الحكم باترس متابلا وتم حبسه في 2004 في مباراة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك في جنوب أفريقيا النادي الأهلي انسحب من المسابقات ما كانش ده نظرية مؤامرة اللي بيطالب بحقه حاليا عايش نظرية مؤامرة أنا بحارب وحدي كنادي أهلي الكاف بمسؤوليه من أول فترة أحمد أحمد مرورا بفترة متسبي واللي احنا شفناه أعتقد بقى واضح جدا هنتناوله ولكن ده بس فقط لغير توضيح إن احنا وحنا بناخد حقنا بنفكر بإذن الله في ذهبية دور أبطال أفريقيا القادمة إن شاء الله وبنبدأ من دلوقت بنقول الحداشر ياك اشتركوا في القناة